دكتور مصطفى مدبولي ترأس مبارح الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء وتم منقشة واستعراض عدد من الملفات المهمة وقال الدكتور مدبولي أن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جداً لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وهيتم مراجعتها مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والإعلان عنها قريباً طبعاً ما فيش شك أن القطاع الخاص مشارك وبيشارك بشكل مهم جداً وبشكل رئيسي وفعال في عملية التنمية وفي دعم الاقتصاد في كل بلدان العالم جميل في الموضوع زي ما حضرتك وتابعته من سياق هذا الخبر أن هيكون في حديث مع ممثلي للقطاع الخاص عشان نشوف إيه مشاكلهم إيه اللي هم محتاجينه بالمناسبة كان فيه تقرير صدر من البنك الدولي يعني يمكن من كام شهر فات كان بيتكلم عن مشاركة القطاع الخاص في مصر في الناتج المحلي يتكلم أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي في مصر دلوقتي تقريباً كان آخر إحصائية في 2019 كان لا يتعدى التسع في المية أو العشرة في المية لكن كان زمان كام كنا وصلين لخمسين في المية طيب التقرير نفسه برضو هو اللي تكلم عن الإجراءات اللي الدولة عملتها للتسهيل على المستثمرين وعلى القطاع الخاص بالنسبة طبعاً لأي مستثمر عايز يكون موجود في مصر وقالت كمان أو التقرير نفسه قال كمان أن في إجراءات كتيرة جداً للتسهيل منها شباك الواحد وغيرها وغيرها من الإجراءات للتسهيل والتيسير على المستثمرين وعلى الشركات وعلى القطاع الخاص طبعاً أهم حاجة بالنسبة للمستثمر أنه هو لما يكون موجود يضمن لو حصل عنده أي تعثر أو كده يقدر يخرج بسهولة وده متوفر وموجود في مصر طبعاً زي ما حضرتكم تابعته من خلال هذا الخبر حاجة مهمة جداً كمان جزء مهم من اللي قاله التقرير أنه القطاع الخاص متمركز فقط في القاهرة والجيزة واسكندرية فبنسبة وجوده في مصر بنسبة 30% فالتقرير يعني بيقول أنه ممكن يمتشر لأن مصر عندها مشروعات في كل المحافظات وأرض خصبة للاستثمار وكل محافظة من المحافظات فيها مشروعات مختلفة يقدر القطاع الخاص كمان هو يدخل فيه ده هي يا شاز دي وهي رؤية الدولة أصلاً تعظيم دور القطاع الخاص لأن كان ليه دور كبير فعلاً في التنمية في الفترة اللي فاتت فالدولة بتدعم بشكل كبير قوي دور القطاع الخاص وحبين أن احنا نشوفه في محافظات تانية كثير أكيد طيب من ضمن الأخبار كمان اللي معاناً بارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع برتكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للأرصاد الجوية وده لتنفيذ مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس هيتم كمان إصدار تطبيق للهواتف الذكية هيكون متاحة ليه كل الخدمات والتنبؤات اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوي كماناً الدكتور مصطفى مدبولي توجه مبارح إلى مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وهنا قداسة البابا توادرس التاني بابا الأسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية ومناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يضيم على وطننا الخير والأمان والسلام كل سنة وكل مصر بخير وسلام وإطاقة إجابيتين